بابان عظيمان من أبواب الخير كلاهما تبرع للغير الوقف والوصية فالوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة أي يحبس المنتفع عن التصرف في العين الموقوفة مع إطلاق حريته في الانتفاع بها والوصية تبرع بحق مضاف لما بعد الموت أو هي التبرع بالمال بعد الموت وبين الوقف والوصية فروق كثيرة وبيانها فيما يلي الوقف تبرع ناجز في حال الحياة والوصية تبرع ينفذ بعد الموت الوصية قد تكون بالعين وقد تكون بالمنفعة أما الوقف فيكون بالمنفعة فقط الوقف يخرج العين الموقوفة عن التمليك لأحد وتصير ملكا لله تعالى أما الوصية فهي تمليك العين للموص ومن ثم لا يجوز التصرف في العين الموقوفة ببيع ولاهبة بينما يجوز ذلك في العين الموصى بها الوقف يلزم ولا يجوز للواقف الرجوع فيه أما الوصية فيجوز للموص أن يرجع في جميع ما أوصى به أو بعضه يجوز الوقف على وارث أما الوصية فلا تجوز لوارث إلا بإجازة بقية الورثة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقا فلا وصية لوارث الوقف لا حد لأكثره بينما الوصية لا تتجاوز الثلثة إلا بإجازة الورثة قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما أراد أن يتبرع بكل ماله الثلث والثلث كثير إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس فإذا أردت التبرع بوقف أو وصية فراع شروطهما الشرعية فشرطا قبول العمل الإخلاص لله واتباع رسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد